أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء مع عائلة الشهيد عاطف حنيشة هنا في بلدة بيت دجن إلى الشرق من محافظة نابلس والذي استشهد يوم أمس على جبال بيت دجن برصاص الاحتلال إثر تعرضه إطلاق نار مباشر أدى لاستشهاده خلال مواجهات أسبوعية تندلع منذ شهور على أراضي بيت دجن مناهضة للاستيطان ورفضاً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة حول هذا الأمر المشاهدين نلتق اليوم مع عائلة الشهيد بجانبي هنا والدة الشهيد وشقيقه أيضاً نحدث بداية مع والدة الشهيد رحمه الله وربنا يتقبل إن شاء الله قبل استشهاده بأيام حجي كان هناك حلمتي في المنام وشفتي أنه سيكون شهيد تحكي لنا شو صار بالضبط يعني بجوز حوالي 15 يوم 17 يوم يشي كاعدين أنا وياه بصحبي وشي بعدها بقول له أنا بسمع إنه البحلم حلم يعني مش هملي حما يخربهاش بس والله أنا عحركاتك مش عارف أصبر مخرفك إشكال شو قلت له بحلمت إنك مستشهد بالعربي والله ما أنا عارف أصبر يما دير بالك وله هو بقول هيش فيدي الحمد والشكر يابا ياي والله هاي أحسن بشاره قلت له ما نطلبت حشي صحي قال والله يما هاي أحسن بشاره قلت له مولادتك صغار قال مولادتي شبدي صير عليهم بعيشوا أحسن عيشة مولادتي شبدي صير عليهم مولادتي ولا فيه بعد الشهادة هاذ الوطن بدو شهادوا وبدو واجه في عصيره استشهدوا في حاردوا عن الوطن في بيته برضو قلت له وانتي حاط حالك قلت له أنا لك متمتفع برضو قدامهم يما أنا قلت له بقول أنا مش قدامهم والله يما والله ماني قدامهم والله مثل مثلهم بس والله يما أنا حاب بالشهادة بك دعيلي قلت له والله ما بقدر ادعيلك انك تستشهد كاف ديش اشتدع بلاش بس مش حلمتيني قلت لك الحمد لله إن شاء الله يما انه بنول هكالي هاي أحسن بشاره بشاره الشنطنية هسا اني مستشهد وانا بدي استشهد وانا بظل الانهار وانا استدعف وانا في الجامع وانا بظل استدعينا إنه يجعلني من الشهدة عن حاله يعني حاب انه يستشهد السعائل وإخوة ودينين وتشلوا ما شاء الله عنهم بس بحيب أشوف حراتشات وغير عنهم زيادة يعني حراتشاته وطالع عن مسير يقول وإحنا عالكل ترايحين شهدة في الملايين يعني كما بروع طاير مبسوط الشيخ عاطف حناشة كان مؤذن لأحد مساجد البلدة وكان يعني وبإمام مسجد أيضاً وكان دائما الحضور في المسيرات الأسبوعية لاتقام كل يوم جمعة بعصات الجمعة اتوقعتي إنه يجيك بيوم الأيام نبأ الاستشهاد خصوصاً مبارح يعني مبارح؟ مبارح لا والله حتاش طريشي متطمن كأتطمن مش اللي سابع اللي مركن من يوم ما جاكوكي هذا على علينا لليوم ما أشطمن كلبي كدم باله أظل أحوط أكل شيء يعني مرشي كصي الحمد لله رب العالمين يعني إن أنا بحوط عليهم فيش إش بطولهم لهم ولا الشباب المحهم بيجيهم هرصاص على رجليهم أكل مهواضر بشن كلهم ونحوط معاكي بكلهم وأنا حوط عليهم كلهم أحوط الحمد لله الحمد لله يعني متوكعتش هذا الإش مش متوكة الحمد لله هو بده هش نال منها نال منها الحمد لله يعني الليلة بس هش سركتني عيني لمحة برك شوفت حالي أنا في نابلس وراشف في كطار كطار لونه إبيض زي الحمامة راشف في كطار ومرك يوم من قدامي في الكطار مرك من قدامي قال بقول الحمد لله واجهت علي الحمد لله في خيره منك في خيره بقول له في الحلم في خيره الحمد لله راتب في كطار الحمد لله هو يعني حاب أنه من سنين وحاب يستشد سنين حج مش من السهل أم تودع ابنها شهيد لكن مبارح لما ألقيت نظرة الوداء عليه ودعتي كيف ودعتي للشيخ عاطف ماشا الله عنه Ashaha de moon الحمد لله مبسوط قد له الحمد لله طبما لتباوستو قد له الحمد لله رتي الشهاده مبروش عليك أنتي هادل بالدكية هادل بالدكية وفي خيره لو أنتملك الحمد لله وصدوح يا مرح تظور هاتش أحلمن هالوشيح يقدرن حاطينه على هالكبر هالإعلام عواليه قد له في خيري لو أنتملك في خيري لو أنتشهادت أليدي كما بالدك الله نولك اياها في خير لنا نولك اياها الحمد لله الحمد لله يعني الأظهر بقول لك قدامي قدامه ابني وابن الثاني ولا تعمامه خضر خمسة ستة عبعاظهم لو واحد منهم استشرد دور في الجبال بس الحمد لله اللي هو ناله لأنه هو بدي إياها الشهادة هم بحسهم دينين وهذا طبيعي عادي بس مثله لا بتحس فاير في دمه بدي يستشد فاير في دمه بديه هذا الشهادة مشي من اليوم بدو الشهادة كبل ما تجوز ورا ولدين وبنت كبل ما تجوزوا وبدو الشهادة يعني بك يروح يبعد عنكم على اللي بهم يطحن راح طي يطحن دشير بكوا الناس يطحون على البوابير في البلد دشيرها في الحارة الدابة والطحن عليها كانوا تعطلوا وهو راح يلاك اليهود على العقبة في العقبة راح لاكم عند المدرسة طرحنا جبنا الدابة وروحناها والطحن عليها دشيرها في شات وان يطلع على ظهر المدرسة كبالهم جلهم ينجي جلال البلد تقولوا بعدين هذا ما تضبوه بروح بكى في كبال اليهود والله مرة كليها كاللي بكى في كبالهم يقول الله فضح عرضهم ولا واحد بضرب عليه طالك والله ينطعكها مرة يعني بالأمس بعد استشهادوا تناقل الإعلام العبري أنه كان محرضا مركزيا اعتبره هكذا اعتبر الشهيد أنه كان محرضا مركزيا في المواجهات ننتقل الحكي مع شقيقه الأخ واصف حنيشة تحكينا في الأسابيع الأخيرة كان دائم الحضور الشيخ عاطف رحمه الله في المواجهات الأسبوعية شو بتحكي لنا يعني مبارح الاحتلال يعتبره محرض مركز أنتو شو بتحكي اليوم إحنا بنقول طبعا هو وجود الاحتلال أكبر محرض ضد الشعب الفلسطيني ووجوده ووجود الاستيطان وهو اللي أصلا بيحمي هذا المستوطن هم بتذرعوا إنه إحنا بدنا نشيله وهناك قرار بإزالته بيجوا بعملوا فيلم صاروا عاملينها مرتين إنه إحنا بدنا نشيله وبعملوا هالفيلم وبظلوا راهين بكينوا خيمة العصر برد برجحها فأهل البلد من خمس شهور لحد الآن مستمرين في المسيرات 23 مسيرة مبارح كانت رقم 23 غير إنه بين كل جمعة وجمعة الشباب بطلعوا طلعات بدون ما يكون فيه إلها دعوات إعلامية فهو يعني هو بشتغل معي أنا ويام نشتغل في المنجرة بدشر الشغل وبظل طالع يعني ما في عند يعني ما بعد للثلاث يعني ننوه أيضا يعني خلال الخمس شهور الأخيرة المواجهات مستمرة على أراضي بيت دجن كما ذكرت رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة ويعتبر الشيخ الشهيد اليوم هو الشهيد الأول في هذه المواجهات يعني أيضا تحدثنا أكثر عن الشيخ اجتماعيا كيف كان يعني أسرته أيضا كذلك يعني نعلم أنه له ثلاثة أطفال إحدهن طفلة صغيرة مريضة مصابة بالسرطان أيضا منذ الصغر يعني من التسعينات بعد ما خلص توجيهي طلع درس التدريب مهني في نابلس يعني هو حدثني إياها أنه كنت يوم يوم أطلع بقول لسه الاحتلال مش من ساحبين من نابلس في الثلاثة وتسعين كان يوم 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 يطلع على المواجهات على الدوار وفي المناطق هذيك في الخمسة وتسعين انسجن تنوية عند اليهود كعدنا سنة طلعنا من السجن من الستة وتسعين طبعا في السجن تعلم الأذان وتعلم كراءة الكرآن وأحكام التجويد فبدأ من الستة وتسعين بعد الخروج من السجن تبرع لوجه الله تعالى أنه حسبة لوجه الله أنه يكون مؤذن في المسجد كان عندنا بس المسجد القديم في البلد فمن الستة وتسعين للألفين وواحد وعشرين هو مؤذن حسبة لوجه الله تعالى وكل الناس بتتسابق في الصلوات الفجر أو في التراويح أو في الصلوات العادية أنهم يصلوا وراه أو أنهم يستنوا يستني يسمعوا صوته وهو يأذن في الأذان في المسجد فكان محبوب من كل الناس إضافة لذلك أنه كان في العمل الخيري باع طويل يعني شو بدأ أحدثك من أيام التسعينات وأيام الانتفاضة والحصار اللي كانت تتعاني منه القرية فكان مقدام في قصة العمل الخيري والتوزيع المؤن على الناس لحين ما تشكلت لجنة زكاة مركزية في البلد هو ما كان عضو فيها إلا أنه كل أعضاء اللجنة قالوا إحنا بدنا الشيخ عاطف هو اللي يطلع يوزع معنا في سيارته الخاصة حقولوا إحنا بدنا إياك تيجي معنا اتوزع عساس الناس بتحبك ومقابل ما إنك تتعب معنا إحنا بدنا أكلمها فيها نحط لك بنزينات السيارة يعني فقال لهم هذا الحكي يعني مستحيل أنا طالع لوجه الله تعالى بدنا أوزع معكم كان محبوبا بين الناس وأيضا كان محبا ومعطاءا في عمل الخير وتقديم يد العون والمساعدة للناس والمجتمع عموما الحمد لله يعني كان في كل شيء أي حدا بيقصده في أي شغلة دائما في المقدمة في أكثر من إنه الإنسان يقدم روحه يكون في المقدمة كل الناس بتشهد إنه كان في المسيرات في المقدمة يعني حتى أنا أخوه أنا والله كنت أخاف عليه أقول له عاطف دير بالك يعني خليك شوية اضبط حالك شوية يقول له لا يا زلمي أنا عادي أنا كذا لحد مبارح بدنا ننزل نصلي في الجامع التحتاني اللي هو بيأذن فيه ما خلانا ننزل على الجامع التحتاني كان اللي بدنا نطلع فوق بقول له ليه بقول له لأن الجمعة اللي فاتت صلينا في الجامع التحتاني والشيخ طول في الخطبة وتأخرت عن المسيرة فهذه الجمعة بدنا نصلي في الجامع الفوكاني عساس إنه الناس بتطلع من الجامع القديم ففعلا صلينا في الجامع القديم وهو اللي أذن وهو اللي أقام الصلاة وبعد ما طلعت الناس من الصلاة ومشت على المسيرة كان يعني يركض اركاض وأنا شفته أول ما وصلنا كان في المقدمة سمعت صوت اطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر شفته أنا سقط على طول أول ما طلع الرصاص أنا انتبهت هو كان مميز بين الجميع كان لابس بلوزي حمرة فهو سقط على طول فأنا عرفت أنه كنت لهم هذا عاطف اللي وكع والحمد لله رب العالمين وزموا واخذوه على المستشفى أنا من حد ما شفته يعني شفت الإصابة في الرأس يعني تأكدت أنه مستحيل تكون هاي إصابة عادية من وراها رح يكون شهادة والحمد لله طبعا هذا الإشيي احنا منفتخر فيه ومنعتز فيه لأنه الشهيد بشفى على سبعين من أهله وإحنا هذا يعني ما طلبنا يعني الإنسان شو بطلب من الحياة يوم يكون في عنده شهيد فهاي أمنية الحمد لله ربنا اعطاه إياها وراح يشملنا إن شاء الله في شفاته اسمح لي أن أرجع مرة ثانية للحجة حجة برضو مبارح كنت ودعتي ابنك كان في زغريد بالتوديع أيضا واليوم ما شاء الله يبدو عليك الصبر والاحتساب أيضا يعني يبدو يعني بكل روح صابر طلب منه طلب منه وهو هيتش بدي يعني يستشهده بدي يستشهد من السنين مغر قلت لك آه زعاكت له قلت هاذا عاطف شهيد وشو تقوله فيه ذهب رشادي وزغل ما فيه ريت من راحلة الصهيونية وبغضوا فيه يبضح ولاياهم بيد عنكم وشل الناس تدري فيه وزغرتت رديت قلت يا ناس صلوا عن محمد عفاطمي بنته لكم الحمد يا ربي يا شب الشهيد عاطف اللي طلبته نقولته لأنه مثل ما طلب الحمد لله نال الحمد لله نال مثل ما طلب الحمد لله وعلى الكبور زغرتت وزعاكت الحمد لله بس فيه معلومة إضافية كمان بالنسبة لمناقبه صلاة الفجر يعني من 25 سنة يعني ما كطحها بالمرة إلا إذا كان فيه عذر لو كانت الدنيا برد لو كانت الدنيا مهما كان إلا يطلع يصلي الفجر الليلة بالذات التلفون يضل معي أخذته أنا عصلاة الفجر بعد ما أذن معير التلفون مشان يطلع يصلي الفجر فصحيت أنا على على المنبه التلفون اللي معيره والحمد لله رب العالمين هذا شي مفخرة الحمد لله شكرا جزيلا لكم وعظم الله أجركم ورحمه الله إذن مشاهدين عائلته اليوم تودع الشيخ عاطف حنيش شهيدا مفتخرة بصنيعه والاحتلال يعتبره محرضا مركزيا بعد استشهاده حيث كان ناشطا في المواجهات الأخيرة التي ما تزال تندلع في بلدة بيت دجن رفضا لبقرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون على أراضي القرية هنا من بيت عزاء الشهيد حاطف حنيشة في منزل عائلته من بيت دجن نشكر لكم طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر